أكدت فرانسيس هوغن الموظفة السابقة في فيسبوك أنها حثت رئيسها مارك زوغربيرغ على التنحي عن قيادة عملاق التواصل الشماعية وستماح بالتغيير بدلا من تخصيص الموارد لتغيير اسم الشركة وقالت هوغن في أول تصريحات علنية لها أعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث تغيير في الشركة مدام مارك زوغربيرغ هو الرئيس التنفيذي وأضافت الموظفة السابقة التي سربت معلومات عن الشركة ربما تكون فرصة كان يتولى شخص آخر مقاريد الأمور ففيسبوك ستكون أقوى في وجود شخص يركز على الأمان وكانت شركة فيسبوك التي لديها ثلاثة مليارات مستخدم في تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت قد غيرت اسمها إلى متا في الأسبوع الماضي للتركيز على بناء متا فيرس وهو بيئة للواقع الافتراضي المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر